اشتركوا في القناة ملفات التي تشغل الرأي العام العالمي وذلك بالنظر لحساسيتها ولأنها أصبحت خلال سنوات الأخيرة موضوع الساحة ملف اليوم يتعلق بملف التعاطي للمنشطات في المحافل الدولية واليوم نفتح ملف التعاطي للمنشطات في المغرب أنا مسرور بأن أستقبل خلال هذه الحصة رئيسة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات الدكتورة فاطمة أبو علي دكتورة أهلين مرحبا بك معنا شكرا لنا سئدي شكرا مرحبا ومعنا أيضا صديقنا متعدد الاختصاصات والمدرب المغربي ولاعب السابق لكرة اليد لكرة القدم مدرب أيضا للعديد العديد من الأندية صديقنا عبد الرحيم الطالب أنا وسهلا شرف دائما أن نتواجد صحبتكم في برنامج طيب التواجد ديال الدكتورة فاطمة أبو علي وصديقنا عبد الرحيم الطالب يتمثل في تواجد قافلة مكافحة التعاطي للمنشطات والتحسيس بما خطر المنشطات هذه القافلة التي زارت العديد من المدن والمناطق وتتواجد هذه الأيام بالأقاليم الشمالية في مدن طنجة وكذلك تطوان وأيضا الحسيمة خلال الأيام القادمات القافلة التي كما ذكرت زارت العديد من المدن باش نتعرف أكثر على هذه الفكرة ديال قافلة مكافحة التعاطي للمنشطات نتوجه بالسؤال في البداية للدكتورة فاطمة أبو علي دكتورة إلا كانت بدون إمكان توضعي نفس الصورة بخصوص هذه القافلة كيف جاءت الفكرة وشنين الأهداف من تنقل هذه القافلة عبر العديد من الأقاليم المغربية شكرا شكرا سيدية على الاستدافة وكل الصورة لي باش نتواجد معكم اليوم الفكرة لهذه القافلة جاءت بعد إحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات في 2021 على أساس أنه يعني ما يتعلق بمكافحة المنشطات عند الرياضي دا المستوى العالي هذا لا يعني ما نشفيه مشاكل في المغرب لأنه الحمد لله عندنا القانون سبعة وثانية وثناش اللي هو ملائم للبدوان العالمية لمكافحة المنشطات وإحنا نشتغل بما يعني بما يبليه القانون الدولي لأنه كل المنافسات يكون فيها اختبارات ويكون فيها كذلك يعني توهية وتحسيس بالنسبة لهذه الرياضيين ولكن في الفين واثين وعشرين يعني كان لازم أننا نفكره في واحد واحد المشروع وطني اللي هو باش نعرفه ما يجري في بيقاع بيقاع المغرب كامل بجميع يعني جميع الجهات بالمغرب لأنه ما كانش عندنا ما عندناش دراسات ما عندناش يعني آآ أي حاجة اللي سقدر تدللنا بأن هذه الجهة عندها واحد الخاصة أسبوعيا على جهة واحدة أخرى إذا جاءت الفكرة من هكذا إذا ندرنا المشروع والحمد لله المشروع ديه القافلة يعني فاز بالطيقة المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اللي هو يعني در اتقاف هذه الوكالة الفتية وكالي الله عندها عام عام ونص ولكن الحمد لله ربي ما خيبناش بجلالة الملك يعني يطنى هذه الاتقافة هذه وبدأينا تنظيم هذه القافلة هذه الوطنية لرياضة بدون المنشطات على أساس أنها غادي سكون إن شاء الله واحد العمل لغاية سامر سنة ولكن غادي يعطينا فكرة على جميع مكوناس الرياضة في المغرب لتقدر تدخل في هذه المكافحة المنشطات لأن مكافحة المنشطات هي أساسا مشي يعمل الشغل ديال الوكالة الوحدة هو الشغل ديالنا كاملين إذن من هات الناحية هدي جت هاد الانطلاقة وجت الانطلاقة في 17 يونيو من 2023 وكنت من المناطق الجنوبية ديالنا من أقاليم الجنوبية بالضبط من جهة العيون والحمد لله اليوم ديالنا بحنا يرى في نطق المرحلة العاشرة لهذا القافلة اللي قد تحت بجهة طانجا تيتوان الحسيمة وإن شاء الله عنا فيها أربع محطة كيف تفضلتي وقلتي هو أنه طانجا تيتوان الحسيمة وعنا العريش إذن إن شاء الله هاد الهد القافلة شنو كانت وخوا وحنا منها؟ كانت وخوا منها أصلا أولا تموضع الوكالة كهيئة لمكافحة هاد الأفا في البلاد الأقل التعريف بالوكالة الثاني حاجة هو أنه المسنى بأنه من الواجب ديالنا أننا نساهم في تأزيز الصحة العامة بالبلاد لأنه إذا كتعرفه السد لأنه هناك عدة مواد اللي هي محفزة للأداء اللي كتبع في الأسواق بدون حسيب ولا راقب وبهذا المرأس ما كان عافوش حتى هاد المواد هدي شنو فيها إذن إحنا هي كهيئة وهي مكلفة بالصهر على يعني تقنين أو إعطاء أفكار بالنسبة لكل مواد للمحفزة للأداء كان لازم عندنا نديروا واحد الجرد ديال جميع هاد المواد هدي باش نعرفوا شنو عنا في البلاد وهذا شي اللي قمنا به لأنه دب إحنا من النهار تطلقنا في العيون وإحنا أي جهة جهة تزن لها إلا وعندنا واحد الفريق وهو كيجو الأسواق وكنا نجمعوه وكنا نشوفو شنو ما المواد اللي كتبع في كل جهة ويرودة بالحمد لله راح نايف واحد زي ما واحد المرحلة موس قديمة من هاد المواد اللي هي المحفزة للأداء عرفنا بعدها شنو اللي كيتبع عنا في الشرق شنو كيتبع في الغرب شنو كيتبع في الشامل شنو كيتبع في الجانوب إذن عنا واحد الفكرة على الأقل شنو هاد المواد باش نعرفو منين كيجو باش يمكننا نعطيه واحد يعني واحد الأفكار ونعطيه كذلك نخرجوه ببقصة عيات اللي يستقدر تفيد البلاد في فضل الموضوع طيب معنا أيضا سيد عبد الرحيم طالب للكلك يعرفو يعني كمدرب كلاعب كرة يد لعب كرة قدم مدرب من العيار تقيل لكن اليوم ما نكتشفو الوجر آخر دي سيد عبد الرحيم هو أستاذ محاضر يعني في العديد من المؤسسات التعليمية وخصوصا المتعلقة بالرياضة طيب الآن المساهمة دي لك سيد عبد الرحيم في أي إطار كنجي في هذه القافلة هذه أولا كنشكركم على السيدافة وكنشكر الدكتورة أبو علي أعطتني فرصة باش نحاولوا نوات نسلوق يعني الآباء والأمهات قبل مره يديهن خطورة المنشيطات على الجسم الحفيزولوجية وكذلك المتشريح وكذلك أشنا هو البديل كتطوير الجسم وكتطوير العضالات ونصول أهديف دينا بطرق يعني حديثة بالأمليقة البدنية تحتالي وحد الإطار يكون عنده كفاءة يعني علمية وتجنبا للمخاطر التي تؤدي إلى الموت طيب دكتورة شنو البرنامج حدستي على زيارتكم العشر مناطق بالخصوص البرنامج شنو كيتضمن يعني شنو الأعمال اللي كتقوموا بها شنو التحركات اللي كتقوموا بها هناك ربما كما ذكرت زيارة للعديد من ربما المتاجر باش نشوفو شنو كيتباع في هات المتاجر من مواد محفزة للمجهود البدني شنو المسائل اللي كتركزوا عليها في هات البرنامج دي لكم في هات القافلة دي لكم اللي كتتواجد عبر العديد من المواد المغربية أكيد لأنه هات القافلة هدي ما كتقسصرش على واحد يعني واحد اللي يشتغال في واحد النطاق معين لا هي هات القافلة هدي شنو اللي هو اللي هو فيها جديد وحتى أنه كتير من يعني المتطل المتطلين في الميدان يعني عجبسهم الفكرة وزموا وما مكروش أنهم أنهم يدروها في مجرس خارج شنو هي لأنه احنا كنقسوا جميع شرائح المجتمع كنبدو أولا بالسلطات المحلية لأن السلطات المحلية كتساعدنا باش أننا كنقدرون وجود دعواز لجميع المتدخلين في الرياضة في المنطقة إذن وكيكونوا هدو هم أصحاب القرار كيكونوا بيناتهم أصحاب القرار كيكونوا يعني السلطات المحلية والمرشحين المرشدين؟ المرشحين جمعات جمعات نواب اللي كيكونوا في البلاد وكذلك كيكونوا للممتلين السلطات الوزارات الممتلين وزارات في الجهة وكيكونوا كذلك أنه رجال التعليم يوما كانت تنأكد بأنه واحد القيمة مضافة لهذه القفيلة دينا لأنهم وكبون في عدة مرشات ونحو التحسيس بمخاطر المنشيطات بغض النظر أنكم تمشيوا عند الرياضيين لكي يمارسوا الرياضة بمختلف أنواع دينا ولكن كنشتغلوا كذلك مع المدارس الرياضية نعم كنشتغلوا مع المدارس الرياضية كنشتغلوا مع الجامعات الرياضية والليليغ العصاب العصاب اللي كتواجد في الجهة إذن جميع الأطياف كل واحدة عنده برنامج معين ولكن نبيحنا الغرض هو واحد لاتخونش داش شوية صغيرة اللي كان ركزو عليها في الأشياء كنديرو يعني كنديرو عدة ورشات وعدة محاضرات في الصباح والاشياء يكونوا عندنا ورشات مع واحد لاتخونش داشت اللي هما تكونوا أكثر متمدرسين ما بين ستسنين واثمائسين حتى الربعتاش العام لأنه واحد البرنامج خاص بهم ولكن كذلك عندنا في الأشياء كان يكون لنا هات الورشات وكيكون لنا ندوات في الجامعات وفي المعاهد تكوين ديال تكوين التعليم العالي طيب سعبد راحل طالب انت كتشتغل في هاد المشروع ديال هاد القافلة منذ انطلاق ديالها شهر يونيو الماضي واش يعني لاحظتوا او رصدتوا وحد الحالة ديال تعاطي المواد المنشطة في المغرب واش قمتوا بدراسة هل كانت هناك دراسات باش على الاقل نعرف الى اي مدى هناك تعاطي للمنشطات لا على المستوى ديال النقبة ديال رياضة النقبة نتحدث عن الفرق ديال كرة القدام كرة سلة كرة اليد الى غير ذلك الرياضة الاخرى الفردية الملاكمة العبقية والغير ذلك واحتعلا ايضا يعني الفئات الصغرى يعني الشباب اللي كي مارسوا رياضة وكي بغيوا انهم يطوروا الاداء ديالهم واش عندكم علميا اش ارقام او لا ربما عندكم صورة حول تعاطي المنشطات في المغرب هو كون صراحة لما اتصل بها الدكتورة ابو عالي بالطبع انا مشيت لانه واحد الميدال اللي غادي تلقى فيه اسئلة لقدر تحرجك وما تكونش عارفها فاكتعرف تاريخيا ان عدة لعبين او رياضيين توفوا في الملاعب بلما نذكر اسمع دوليا اخرهم فوي لعب فرق كاميروني وكذلك في المغرب المغرب عدة اللاعبين اللي اختون منياء خلال المقابلة او بعد مقابلة نحن بالخوجة لاعي فرق الويدهة الله رحمه فلهذا كان دائما تساؤل كيف ان هاد اللاعبين تفوف يعني وسط اللقاء ومؤخرا ما اتار انتباعي واتريت لعب جنوب تفوف لعب فرق ذالهوات فلما سألت وسألت وجدت ان عدة لعبين او رياضيين كأتول المستودع الملابيس بقنينات مملوء بمياه ملونة كيشربوه تقولوا هذا ستان كومبليمو ولا غاسي انرجيتيك يعطينا قوة يعني خلال المقابلة اولا من ناحية النفسية اللاعب اللي مكتعطى لاد المنشطات هو عندو هدف اساسي انه يتناسى ما هو خارجي يعني ذاك الضغط النفسي يعني السترس يقول انشرب ما غنبقاش نفكر ما غنشوفش الجمهور كعيرنين المدرين ما غنبقاش هذي المعاشر غالي بالي سهل دونك تمشي في هاد الافكار هذي تانيا كما تكلمت انا مع الدكتورة و القيناة بانه من يتعاطى الى المنشطات هما لاعب من كورة قدم لانه متطلبات بدانية اكتر من غيرات اخرى لانه دونك على 400 متر تقريبا لفه على الملحب 800 متر هذي نظرية علمية علمية نعم علميا لانه لاعب كورة قدم يلعب 90 قيقات ويجب ان يلعب في نفس المستوى يعني البداني واللونجاج موسيكوموتور ما هو نفسي وما هو جسماني كذلك هناك مشكل اخر انه يبحث على على ان يكون عنده الجلد او المقاومة وكذلك السرعة لان الكورة قدم تلعب بالقوة والسرعة ربح المبارزة تون اي لديل ويكون اسرع من اللاعب بخضو الجمية والدفاعية ولكن اهم شي انني اكون في نفس القيمة يعني البدنيين خلال 90 قيقة فهذا هو البحث التي تبحث لللاعبين وتناسو ان العواقب ستكون خيمة من بعد انه يتعطي المشيطات لو هو تمزق عدالي بعد واحد السابعة السابعة وكذلك ممكن ان تؤثره من ناحية الكبير ورقتين ونفسيا انه سيصبح رجل مدمن يتعاطى الى المخدرات نتمنى ان الرسالة تكون وصلات للناس كي مرسوا الرياضة لا على مستوى بشكل محترف او لا بشكل هاوي يعني انه للأسف المنشطات آفة تنخر جسم الرياضي ولها عواقب وخيمة وخيمة جدا وكما تكرتش من الحالات ديال الوفيات الكثير اكثير في الميادين خصوصا كرة القدم والعاب القيوة العديد من البطلات العالميات ليش منهم جوينر مثلا اللي كانت وفات في سن جد جد مبكرة ورياضيين اخرين في رياضات اخرى ربما كرة القدم لانها الرياضة الاكتر استقطابة للاهتمام على المستوى العالمي قدروا لقوا يعني اموات اخرين وضحايا اخرين للمنشطات في رياضات اخرى ولكن ما تكونش عليهم الاضواء وبالتالي ما كان عارفهمش طيب دكتورة فاطمة ابو علي رئيسة الوكالة المغربية المكافحة للمنشطات السنة الماضية كنتو عقدتو اجتماع مع المجموعة من الجامعات الوطنية المغربية بانكم في اطار التحسيس بمخاطر المنشطات وفي اطار ايضا العمل بشكل مشترك باش ما تقاش فقط الوكالة هي اللي كتشتغل باش تحارب هاد الافا ولكن يجب الجامعات ايضا انها تاخد المسؤولية ديالها وانها تشتغل يعني في نفس النطاق طيب كيفاش كانت العلاقة يعني مع الجامعات هو كيفاش مرة هاد الاجتماع مع الجامعات الوطنية المختلفة في الرياضات وهذا اجتماع هادك سانوي التي تعقدوا الوكالة كل سنة مع الجامعات الرياضية يعني الحركات الرياضية في المغرب لماذا هاد الاجتماعات الاجتماع هي الوكالة أخذتها لعثقة انها تواصل مع جميع المتدخلين او المتدخل ومجمعات الرياضية الجامعات الرياضية ملزمين بالقانون 7 اس cost 19 اللي كيزموا في المادة واحد بأنه كل الجامعات التي تمارسوا ألعابا في نطاق مقنن بالجامعات تخضعوا للقانون 97 ولكن كوكالة نحن مالأفضل أن نشتغل مع الجامعات في نطاق ودي أكثر ما هو ملزم ملزم وخلاص تشاوري بين الجامعات لأن القانون يلزم الجامعات بوضع برنامج سنوي للتحسيس والتربية للرياضيين نحن إذا كوكالة جينا نعقدنا كل سنة كان نعقده واحد الاجتماع مع الجامعات وكل سنة يكون عنده واحد الموضوع اللي كان نقشوه بينتنا بحال نقوله السنة الفاريطة كان عندنا بيانا كان نقوله شنو هما اللي غيق العبلي كابل من اللي كان لحقاش للجامعات ما عندهم شعيل ما شنو هو القانون اللي كيتتبق عليهم ولكن دبا هد العام هذا ديال اسميته هدك ديال 24 درنا درنا تحضير للألعاب الأولمبية إذا كان واحد البرنامج ليهو كان تقيل على أساس أننا نحضروا الألعاب الأولمبية في أحسن الظروف لأنه دبا كيف كتعرفه الساد ما بقمش دبا الألعاب الأولمبية أنه غادي غيري تأهل ويدير الميني ويدير داك الابير فورمانس بوغتيفو غادي بشي لا غادي يدير الابير فورمانس ولكن يخصو يدير الو كنتخول لحقاش عندو واحد البرنامج إلا ما تسبعوش كيو اللي عندو صعب أنه يشارك في بعض الأحيان لهذا احنا يا سميتو نقشنا مع الجامعات في شهر مارس و هذا شي كامل وبنبعط الحمد لله كل شي بشامس يعني إذا احنا عندنا واحد العلاقات طيبة مع الجامعات وعنا عقدنا شراكات مع واحد المكنوص ندبع ثلاثين جامعة لعند معهم شراكات سنة يعني تعاون بينه وبينه طيب شنه الأليات اللي وضعته دكتورة فاطمة عبو علي يعني مع الجامعات أليات باش تراقبوا تكون مراقبة أكثر للممارسين خصوصا على مستوى النخبة وش وضعته أليات نعرفه أنا في كرة القدم ولكن ربما هذا تابع الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه كنتم مراقبة لعبين عند نهاية المباراة وش كين هذا الإجراء كين في نهاية منافسات البطولة المغربية مثلا أم غير متوفرة هو أستاذ البرنامج الوطني لمكافحة المنشطات اللي هو كيتشتمل على برنامج المراقبة هو هذا برنامج سنوي كنحطوه كل سنة في أول سنة طيب إذن هذه القادية دي المراقبة لعبين ما كيناش البطولة كما كنشوفه في كاس الأكين لا عندنا كنحطوك لك واحد برنامج قدم رياضة أخرى لا كل رياضة سنة أستاذ جاي نعطيك أنا ألفين وعشرين كنوضعوه واحد البرنامج في أول سنة هذا البرنامج كيتضمن عندنا واحد عشرين أو لثلاثين رياضة اللي هي تمارس في المغرب بطريقة يعني مستمرة وطريقة غيجولياخ طريقة منتظيمة لأنه ما غادش مشين الواحد السبوغ اللي عندنا في المغرب كيدير واحد الاكتفاتي وحده في العام هذاك ما عندوش لغيط إذن كنجيو كنديرو واحد الليست بهدوك الديسيبين كلهم اللي هون عندهم واحد البرنامج منتظيم في السنة بينهم اللعب القيوة كورة القدم الجيدو بالزاف ديال الديسيبين المشكل اللي كيوقع هو أنه الناس كونشي فوكاليزي على الفوت نعم همسي هوا يغيط خيميدياتيزي ماشي مشكل ولكن احنا يفكى وكالا احنا يعننا واحد الترسيب هنالالعاب اللي هي عندالو غيسك كبير كانعطيها أكتر ديال الكنتخول ولكن بحل بالفوت هو كلاسي نيفو 2 وعننا ديسيبين كلاسي نيفو 1 بحل الغولف اذا ما عمشوش احنا نقاون طابيو في الغولف ونخليهم نقللين في اللويل اذا هو واحدة باش مكيبنش مانو من كنديرو كاس العرش كنديرو البطولة الاحترافية وكنديرو جميع الفئة العمرية كنديرو الفوتبول في ميناء طيب ما كنديروش اسمح لي لقدعتك الدكتورة فاطمة عبو علي واش كنديرو لفيزيت انوبينا يعني الزيارات المفاجئة الرياضية خلال التدريب احنا ماتيش نتادروا تجي المباراة باش نخسار وجوجه كيما ربما تشيكين في فيفا انو كنجي كنديرو الزيارة مفاجئة مثلا التدريب ديال فارق ما كنخسار لاعبين هكا بالصدفة وكندير المراقبة ديالي احنا هو افسد اخصي بانا المراقبة الموناشيطة بحل كديرا في المغرب بحل كديرا في السويد بحل كديرا في الكومبوتش نعم نفس الشي والله تسد الحمدلله كل شي دابا هو الستاندار ديالي نعم احنا يا هاد العام هادا دابا شنو كل الكوستاد احنا ما كانش شخصا ندخلو بواحد طريقة عنف عنف مع الجميعات في الهار الاول شنو درنا درنا اين جوغني بحل ما فيفوت ومشينا ولكن العام الثاني درنا دو جوغني ودوزنا الكاتيجورة الخرية الفين وثلاثة وعشرين بدو عنا اين اوبيني في اللي كونسنتراشيون على اساس انه الفوت كلاسيني نيفو 2 عناش بمشي مشكل ولكن بالنسبة اللي هو كلاسيني ميغو اه هادو كف الفين ووحد وعشرين كيف تخلقت الوكاله كانوا عناليزين اوبيني باسكو كانت لوب بلايقاس وشلوهم علي هادو اللي نيفو اه عندك الهاب القوى عندك السيكليز جيدو كذا 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 سميش اذا رياضات اللي هما كيكون فيهم اللي هما كلاسي من الانترناشنال الاريزك ما شيحنا لكلاسينا هوم وما سيكونوا كلاسي في الانترنتيونال سيكونوا سيكونوا حتى في البلاد عندنا الانتشار ديالهم كبير إذن كيقول لي مولزيم أننا نمشي وفير هاد الديسيبين هاد طيب عبد الرحيم أنت كيف تشتغل في هاد المشروع واش شفتي في هاد الزيارات اللي قمتوا بها الناس اللي ما كانش خبرهم أنهم رقيين هناك مواد مناشطة يعني كانوا الناس كي ياخدوا مواد وكيقول مع رسورة هنه مواد مكملة وهي في حقات الأمر 90% يعني هي 90% مواد مناشطة الناس اللي ما عارفيش إشنا هو المنشيطات لأنه كتكون واحد احنا كنا نعطيه لبرنامج ديالنا كتدخل الدكتورة تعريف بالمنشيطات كيدخل طبيب نفساني أو طبيب كوتش مونطال من بعد كيدخل المدير دي الوكالة كيعطيه تعريف بالوكالة وشنا ما الدرار الذي يعني قد يضر للأطلت من بعد كندخل أنا كمدريب اللي كنوضح من التأثير المنشيطات على الجسم من ناحية الفيزيولوجيا على القلب على التنفس على الكلاوي على الكبداء على العضلات من بعدها كنا نعطيه سؤال جواب فتسعين فيما دي الأسئلة ما كيعفوش نمو المنشيطات تيو بينار دي كومبوزان شيميك اللي كيساعدو مثلا على الرقي بالعني بالا بالفرموس فلذلك ندخلو بأن البديل أصلا موجود أنا باش ننصل من الواحد شهر والريس كيما الحياة ديالي والقلب ديالي وإلى الموت نقدر نصبر شهرين ثلاث شهر ونصل لنفس المستوى ولكن هالبرنامج كنا نعطيه برنامج الليقة بدنية ما هي الليقة بدنية تخصوص المادة اللذي يزاولها الرياضي وكذلك نتكلم على النوم ونتكلم على وما هو نفسي راحة وثقة في المدرب اللي يخصي يكون عنده وسائل أكاديمية اللي يشتغل معه طيب نتمنى وانا تكون ريسالة وصلات لهذه الناس اللي كي يتعطوا لهذه المواد المنشطة وما عارفينش المخطر ديالها في دقيقة دكتورة فاطمة أبو علي وحقيقة أن الموضوع دوش وجل كي ما كيقولوا يعني هام وهم جدا أكيد لنا نستغلوا فرصة أخرى أننا نخصو لها حيز أكبر دكتورة فعوجالة شنه يعني البرامج لكم مستقبلية شنه المخطط ديالكم لهذه السنة والسنتين القادمتين غادي تعاودوا هذ القافلة عندكم مشاريع أخرى عندكم تصورات أخرى إن شاء الله إن شاء الله هنسألي وهذه القافلة عندنا وحد قلت لك أننا وحد وراش اللي غد تفتح من مورة القافلة إن شاء الله نحن في أواخر الفين وربعة وعشرين أنا الهم الهاجس ديالي الكبير هو أنه إن شاء الله ألعاب القوى تخرج من هذي كلاليست نوع اللي رأى فيها كلاليست قريس لحقا مازال عندنا لاتليز مغوكان ديال نارها مازال مسجل في واحد كلاليست اللي هي ماشي مزيانا اللي هي مازالت عن قلوبة النارها المغرب بلد ديال المونشيتات إذن إن شاء الله هنا الهاجس الليول من هنا الخر ديال الفين وربعة وعشرين خسوية خرج المغرب من هذي الفين وخمس وعشرين إن شاء الله عنا غادي إن شاء الله نطبح بش أنه على الأقل جوج ديال جوج ديال للتوصيات اللي خرجنا منه لحقاش إحنا غنخرجه بواحد عشر ديالتوصيات ولا أكتر غنخرجه نقدره جوج ديالتوصيات لحقاش كل جياخ ستكون توصية إحنا إن شاء الله في وخمس وعشرين غادي نشتغلو على جوج ديالتوصيات أولا إن شاء الله غادي نديرو مقترح بش يولي تقنين المكملات الغذائية والمواد المحفزة للأداء في المغرب كيف كيف ينكتبع شكون كيجيبه وشكون عنده الحق يبيع وشكون عنده الحق يبيع وتاني حاجة وهي اللي كبيرة وكبيرة بالسرعة كذلك هو أنه نشتغل إن شاء الله مع وزارة التعليم بش أننا إن شاء الله نديرو الانسيقسيون ديالوحد الموديل على آفة المنشطات كمشكل ديال الصحة العامة إلى كندا إن شاء الله نكون ربحنا شكرا إن شاء الله هذا هو التحدي الكبير اللي كتخوض الوكال المغربي لمكافحة المنشطات برئاسة الدكتورة فاطمة أبو علي كنشكرك جزيل الشكر أنك زرتنا اليوم هنا في استوديوهتنا بمدينة طنجا ونتمنى إن شاء الله يوفقك ويوفق الفريق ديالك بأكمل بما فيهم سعبد الرحيم طريب ووفقكم في العمل ديالكم وأنكم تنتصروا على هذه هذه الأفة هذه الكبيرة اللي كتنخرج اسم الرياضيين على المستوى العالمي وحتى على المستوى المحلي سعبد الرحيم شكرا لك شكرا أنك نتمنى برنامج في التكويل الأطور يكون المرشد إن شاء الله شكرا لك شكرا أنك نشكر سيطاليب على المشاركة شكرا موصول أيضا لفريق العمل بأكمله شكرا خصوصا لكم مستمعين ومشاهدين أينما كنتم متتابعي برنامج بوديوم شكرا لكم على حسن الإصغاء وحسن المتابعة إلى الملتقى